فإن شاء الله يكون شهر رمضان هذا فيه هدنة تؤسس لمرحلة سلام قادم نحن نسترض أن يكون سلام حقيقي وسلام عادل سلام يحقق لنا استعادة دولتنا وجمهوريتنا ودستورنا وديمقراطيتنا وحقنا في اتخاذ القرار وحقنا في انتخاب من يمثلنا لحكم اليمن لا يأتي تحت مشروع الولاية ولاية الفقه هذا مرفوض لن نتنازل عن مفادئنا نحن نتحدثنا مع المجتمع الدولي ومع المثلين المنظمات والسفراء أنه لا بد أن يكون هناك رقابة حقيقية على هذه الهدنة ألا يستقل الحوثي لإعادة تجميع قواه العسكري وإدخال المزيد من الصواريخ لقتل اليبنيين وضرب الجيران كما هي عادتهم فلا بد أن تكون هناك رقابة حقيقية على المدخلات من الموانئ ومن السواحل ومن مختلف المنافذ وأن تهيئ لمشاورات سلام حقيقية ويكون هناك تبادل كامل للأسرى كمبدأ لحسن النوايا صحيح توجد هدنة لكن يدنان على الزناد أنتم كعسكريين تتعاملون مع الواقع في الميدان وفي نفس الوقت قال قرياسي أنه يدك حجر يدك على الزناد تكون مستوعب مستوعب المرحلة مستوعب المعركة نرفع كفاءتنا وجاهزيتنا نحن ننتظر السلام لكن الحوذي لا يؤتمن فهذا يحتاج مننا أن نكون أكثر عزما وأكثر إصرارا وهذه الهدنة نتمنى أن تحقق جزء من السلام الذي نصبه إليه أن الشعب مطحول والناس أرهقت والأزمة الاقتصادية كبيرة والفقر موجود والمرتبات غير موجودة سالفاتحة لروح الشهيدة الزعيم والشهيدة الأمين وشهداء الجمهورية في مختلف الجبهات من حراس الجمهورية والجيش الوطني والعمالقة والتهامين ومختلف القوى المناهضة للحوثيين ترجمة نانسي قنقر